أهلا بحضراتكم في هذه التغطية العجلة ما زلنا نتابع مع حضراتكم تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل حيث أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام وقال مصدر مصري أيضا رفيع المستوى إن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة أيضا أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجو الإسرائيلي حتى السابعة صباحا وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع مع مستشاريه للأمن القومي السبت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط وفي خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية أكد البيت الأبيض أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفعتها في وجه هذه التهديدات الإيرانية وقالت صحيفة معرف الإسرائيلية أنه تم إطلاق أكثر من خمسين ساروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات السواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل مشيرة إلى أنه سمع دوي انفجار سواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وفي خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه سيتعامل مع المسيرات الإيرانية عند وصولها ولكن ينبه أن الدفاع لن يكون ناجحا مئة بالمئة أيضا مرسلة قناة القاهرة الإخبارية تؤكد أن طائرات مسيرة تجوب سماء جنوب بابل بارتفاع منخفض ووزير النقل يعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية في العراق وهناك عشرات الطائرات المسيرة تحلق طوق سماء تسفرماتو بصلاح الدين شمال شرق العراق كما دوت صفيرات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة في الجريل الأعلى وسماع دوي انفجارات وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رسميا أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية ومرسل القاهرة الإخبارية يؤكد أن الحرث الثوري الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الحق هي جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية أيضا أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل شيرا إلى أن قوات الجيش ستتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها منبها إلى أن الدفاعات لن تكون مئة بالمئة الحرث الثوري الإيراني يقول أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل والبيت الأبيض يؤكد أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يطلع رئيس بايدين على آخر تطورات في الشرق الأوسط وقال مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تواصل تكثيف اتصالتها مع كفة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتحبئة والسلام أيضا قال مصدر المصري رفيع المستوى أن هناك خلية أزمة من كفة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة أيضا إعلام إيراني يؤكد أن هجوم الحرس الثوري الإيراني بدأ بالمسيرات والسيارات والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن ردنا على إسرائيل قادم بعمليات مركبة ووفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية رويترز عن مصادر عسكرية تؤكد أن سوريا تضع أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنعة من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى أيضا إعلام إيراني يؤكد أن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية اطلقت من كيرمانشا ودقوها غربي إيران ومناطق أخرى هذه الطائرات المسيرة اطلقت في اتجاه إسرائيل ومرسلة القاهرة الإخبارية تؤكد أن طائرات مقاتلة تابعة القوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل وريترز عن مصدرين أمنيين تؤكد أن الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي أيضا إعلام إسرائيلي يؤكد أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أنه لأول مرة تهاجم إيران إسرائيل مباشرة من أراضيها فقالت صحيفة يدعوت أحرانوت أن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل وأكد موقع حدد شوت حموت الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن تبدأ الطائرات المسيرة الهبومية الإيرانية بالوصول إلى إسرائيل بين الساعة السادسة والنصف والساعة السابعة والنصف صباح الغد أيضا أكد المتحدث الإسرائيلي دانيال هاجاري أن إيران أطلقت مسيرات باتجاه إسرائيل مشيرا إلى أن وصولها سيستغرق عدة ساعات وأفدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكتمع مع مستشار الأمن القومي السبت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط وفدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل الإعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجو الإسرائيلي حتى السابعة صباحا وفي خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم يحاولون منع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل وإعلام إسرائيلي يؤكد أيضا أن إيران أطلقت حوالي مئة مسيرة وساروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن في الوقت نفسه يقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للسواريخ وفق موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي وأكد الموقع أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فالك في القدس وأضاف هذه بلة فخرة وبحسب التقارير بها ملجأ متطور مضاد للسواريخ ويشهر إلى أن فالك يعد أحد أبرج الأثرياء الأمريكيين المقربين من نتنياهو ودعمين له سياسيا وماديا وأقل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم مختصرا عطلة مطلع الأسبوع للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث بالشرق الأوسط وأكد البيت الأبيض أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم كل ما بوسعها من أجل حماية إسرائيل وهناك تقارير إعلامية أمريكية تؤكد أن بايدن يوجه اليوم كلمة للأمة طبعا هذه التقارير تؤكد أن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتم خلال الساعات القليلة القادمة بسبب هذه الحرب أو هذا الهجوم الإيراني على إسرائيل وقررت إسرائيل السبت إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفصح وذلك بسبب هجوم محتمل من إيران بحسب سكاي نيوز البيت الأبيض أيضا يؤكد أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية أيضا خبر عاجل بثته قناة الكاهرة الإخبارية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول إلى إسرائيل فصافرات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري أن كل قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد مؤكدا أن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد وجيش الاحتلال يقول أنه سيتعامل مع المسيرات الإيرانية ومرسلة قناة الكاهرة الإخبارية تؤكد أن طائرات مسيرة تجوب سماء جنوب بابل بارتفاع منخفض ووزير النقل يعلن إغلاق الأجوال العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية في العراق كما أن هناك عشرات الطائرات المسيرة تحلق فوق سماء تسخورماتو بصلاح الدين شمال شرق العراق بدورها أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزري المصغر سيعقد اجتماعه الليلة بمبنى محصن تحت الأرض بوزارة الدفاع بتل أبيب وأعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني أوقف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل بحسب وكالة إيرنا استولت القوات البحرية الخاصة التبعة للحرس الثوري على سفينة حويات تحمل اسم MCS-RS بالقرب من مضيك هورمز ترفع علم البرتغان وتديرها شركة زودياك المملكة لرغو الأعمال الإسرائيلي يدعى إيالعوفر وذلك ردا على خصف قنصليتها في دمشق وكانت قد اعترفت وسائل أعلام عبرية بفقدان السفينة وقالت صحيفة يدعوت أحرانوطن إيران استولت على سفينة مملكة جزئيا لإسرائيل في مضيك هورمز البيت الأبوض أيضا يؤكد أن فريق بايدن الأمن على تواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين والحلفاء والهجوم الإيراني سيكتشف خلال ساعات على الأرجح وفي خبر عاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن ردنا على إسرائيل قادم بعمليات مركبة وريترز عن مصادر عسكرية تؤكد أن سوريا تضع أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى إعلام إيراني يؤكد أن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية اطلقت من بيرمنشاوة دكوها غربي إيران ومناطق أخرى وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن وقع على بعد خمسين ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات كما أضفت في بيانة مقتدبة السبت أن السلطات تحقق في الأمر وإعلاموا أن إيراني يؤكد أنه مع اقتراب المسيرات من إسرائيل سيبدأ الجزء الرئيسي من الهجوم المركب وعلقت وكالة الأسفشيت بريس الأمريكية على استيلاء إيران على سفينة حويات تابعة لإسرائيل وقالت أن قوات كوماندوس من الحرس الثوري الإيراني هبطت من طائرة هليكوبتر على سفينة الحويات السبت في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات بين البلدين وإعلاموا الإسرائيلي أيضا يؤكد أن إيران أطلقت سواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات وأضحت الوكالة أن الشرق الأوسط كان يستعد لانتقام إيراني محتمل بسبب غارة إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر على مبنى قنصر إيراني في سوريا أسفرت عن مقتل 12 شخص بينهم جنرال كبير في الحرس الثوري والبيت الأبيض يؤكد أنه من غير المتوقع أن يوجه بايدن كلمة للأمة هذه التصريحات جاءت من البيت الأبيض بعد دقائق قليلة تؤكد على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوجه كلمة للأمة أيضا وزارة الأشغال اللبنانية تؤكد إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا وطبقا خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية فإن البيت الأبيض يؤكد عفوا مرسلة قناة القاهرة الإخبارية تؤكد أن عشرات الطائرات المسيرة تعبر أجواء العراق باتجاه إسرائيل مرة أخرى نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث أكد مصدر مصر رفيع المستوى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام والرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة وقال مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة أيضا نؤكد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل ووفقا لخبر عاجل بثته وقناة القاهرة الإخبارية فإن إعلام إسرائيلي يؤكد أن إيران أطلقت حوالي 100 مسيرة وساروخ بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل وذلك وفقا لخبر عجل بثته قناة القاهرة الإخبارية علام إسرائيلي أيضا يؤكد أن إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران ومن المتوقع أن تنفذ ردا مضاد ومكتب نتنياهو يؤكد أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لحكومة الحرب بمقر الجيش في تل أبي إذن هذا الخبر العاجل مرة أخرى مكتب نتنياهو يؤكد أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا عاجلا مع الحكومة في تل أبي ورئيس الوزراء البريطانية سوناك يدين بأشد العبارات الهجوم المتهور لإيران ضد إسرائيل إذن نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة ويقال مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة والبيت الأبيض أيضا يؤكد أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية يذكر أن البيت الأبيض قال أن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلع الرئيس بايدين على التطورات في الشرق الأوسط والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه سيتعامل مع المسيرات الإيرانية عند وصولها ولكن ينبه أن الدفاع لن يكون ناجحا 100% ووفقا لخبر عاجل بثته كناتو الكاهرات الإخبارية الخارجية المصرية تؤكد أن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطانب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس إذن هذا الخبر العاجل مرة أخرى بيان من وزارة الخارجية المصرية الذي يعرب عن قلق إذاء هذه التطورات ومراسلة كناتو الكاهرات الإخبارية تؤكد أن طائرات مسيرة تجوب سماء جنوب باب بارتفاع منخفض ووزير النقل يعلن إغلاق الأجواء العراقية ومراسلة كناتو الكاهرات الإخبارية تؤكد أن عشرات الطائرات المسيرة تحلق فوق سماء تسخرماته بصلاح الدين شمال شرق العراق مرسلة كناتو الكاهرات الإخبارية أيضا تؤكد أن هناك سرب جديد من الطائرات المسيرة يعبر فوق أجواء محافظات وسط العراق طبعا هذه الأخبار جاءت بعدما أفادت كناتو الكاهرات الإخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن إكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية إن إيران تشن هجوما على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والحرس الثوري الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الحق جزء من العقاب لإسرائيل والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والسواريخ إذن بيان وزارة الخارجية المصرية مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي إذن البيت الأبيض يؤكد أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يطلع رئيس الأمريكي يو بايدن على آخر تطورات في الشرق الأوسط والبيت الأبيض يؤكد أن فريق بايدن الأمني على تواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين والحلفاء والهجوم الإيراني سيتكشف خلال ساعات على الأرجح وكانت وسائل أعلم إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجو الإسرائيلي حتى الساعة السابعة صباحا وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكتمع مع مستشار الأمن القومي السبت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط وفي خبر عاجل بثته كناة القاهرة الإخبارية أكد البيت الأبيض أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن ردنا على إسرائيل قادم وريترز عن مصادر عسكرية تؤكد أن سوريا تضع أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع من تراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى أيضا قال مصدر المصري رفيع المستوى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهديئة والسلام قال المصدر المصري رفيع المستوى أن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة والرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة أيضا أن وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان عاجل لها أن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وإعلام إيراني يؤكد عفوا ريترز تؤكد عن مصدرين أمنيين أن الدفاع الجوي الأردني مستعد لأتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي وفي خبر عاجل بثته كناة القاهرة الإخبارية في إعلام إسرائيلية أكد أن إيران أطلقت سواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات الإيرانية أيضا مرسلة قناة القاهرة الإخبارية أكدت أن عشرات الطائرات المسيرة تعبر أجواء العراق باتجاه إسرائيل سماع دوي انفجارات وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رسميا أن عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضي الإسرائيلية وإعلام إسرائيلي يؤكد أن المسيرات الإيرانية من المتوقع وصولها إلى إسرائيل في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم يحاولون منع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل مشيرا إلى أن قوات الجيش ستتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها ومنبها إلى أن الدفاع لن يكون مئة بالمئة وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أنه لأول مرة تهاجم إيران إسرائيل مباشرة من أراضيها وقالت صحيفة يديعوت أحرانوت أن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران تجاه إسرائيل أيضا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو يؤكد أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لحكومة الحرب بمقر الجيش في تل أبيد طبعا هذه الأخبار جاءت بعدما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو يقضي أجازة مع زوجته سارة يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للسواريخ وفق موقع أكسيوس الإخباري أكد الموقع أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فالك في الكدس ضف أن هذه فينة فاخرة وبحسب التقارير بها ملجأ متطور مضاد للسواريخ إذن هذا الخبر العاجل شركة أمبري البريطانية للأمن البحري تقول أنه تم تحذير حركة الشحن التجاري بتوخي الحضر نظرا لاحتمال اعتراضي أو سقوط مقذوفات إيرانية على هذه السفن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري تؤكد أن خطر وقوع أضرار جانبية قائم وينبغي تقليص الحركة على ظهر السفن وإعلام إسرائيلي يؤكد أنه بدء اعتراض طلائع المسايرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن إذن مرة أخرى إعلام إسرائيلي يؤكد أنه بدأ فعليا اعتراض طلائع المسايرات الإيرانية في شرق سوريا والأردن والبيت الأبيض يؤكد أن أمريكا ستقف مع إسرائيل وستدعم دفاعها في وجه هذه التهديدات الإيرانية وأكد موقع حادث شوت حموت الإسرائيلي أنه كان من المتوقع أن تبدأ طائرات المسيارة الهجومية الإيرانية بالوصول إلى إسرائيل بين الساعة السادسة والنصف والساعة السابعة والنصف صباح الغد وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هجاري أن إيران أطلقت مسيرات باتجاه إسرائيل مشيرا إلى أن وصولها سيستغرق عدة ساعات أيضا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكتمع مع مستشار الأمن القومي السبت لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط والخارجية المصرية تؤكد أن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرة التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس أيضا بيان الخارجية المصرية مصر تعتبر أن التصعيد الخطير الذي تشهده السحة الإيرانية الإسرائيلية ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حدرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة السرع أيضا مصر تؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار ومرسلة قناة الكاهرة الإخبارية تؤكد أن هناك صفيرات إنذار تدوي في الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق قضائف ساروخية من جنوب لبنان أيضا طائرات مسيرة تجوف سماء جنوب بابل بارتفاع منخفض ووزير النقل العراقي يعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية وعشرات الطائرات المسيرة تحلق فوق سماء تسخر ماتو بصلاح الدين شمال شرق العراق ومصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي أيضا مرسل قناة الكاهرة الإخبارية يؤكد أن سرب جديد من الطائرات المسيرة يعبر فوق أجواء محافظات وسط العراق والرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقريرا مفصلا عن تطورات الأزمة على مدار الساعة الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن عملية الوعد الشق هي جزء من العقاب على الجرائم الإسرائيلية أيضا الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والسواريخ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجو الإسرائيلي حتى الساعة السابعة السابعة البيت الأبيض أيضا يؤكد أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يطلع الرئيس بايدن على آخر تطورات في الشرق الأوسط طريق بايدن الأمني على تواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين والحلفاء والهجوم الإيراني سيتكشف خلال ساعات ده طبعا طبقا لبيان البيت الأبيض وإعلام إيراني أيضا يؤكد أن هجوم الحرس الثوري الإيراني بدأ بالمسيرات ضد أهداف الأراضي المحتلة أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن ردنا على إسرائيل قادم بعمليات مركبة ووكالة أنباء رويترز عن مصادر عسكرية تؤكد أن سوريا تضع أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى ألم الإيراني يؤكد أن هناك عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية أطلقت من كرمنشا ودكوها غربي إيران ومناطق أخرى وقررت إسرائيل السبت إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة عيد الفصحة بسبب هجوم محتمل من إيران بحسب سكاي نيوز وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن كل قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد مؤكدا أن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد بدورها أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعه الليلة بمبنى محصن تحت الأرض بوزارة الدفاع بتل أبيب وأعلنت إيران أن الحرس الثوري الإيراني أوقف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل وبحسب وكالة إيرنا استولت الكوات البحرية الخاصة التبعة للحرس الثوري على سفينة حويات تحمل اسم MCS إيريز بالقرب من مضيق هورمز ترفع علم البرتغال تديرها الشركة زودياك المملكة لرجل أعمال إسرائيلي يدعى يال عوفا وذلك ردا على قصف انصرياتها في دمشق كانت قد اعترفت وسائل إعلام عبرية بفقدان السفينة وقالت صحيفة يدعوت أحرانوت إن إيران استولت على سفينة مملكة جزئيا لإسرائيل في مضيق هورمز وفي وقت سابق أعلنت هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن وقع على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقيا الفجيرة في الإمارات أيضا قال مصدر مصري رفيع المستوى إن مصر تواصل تكثيف انصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهديئة والسلام وقال المصدر إن هناك خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة ووزارة الخارجية المصرية تؤكد أن مصر تعارب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي يعني دي كانت أبرز وآخر تطورات الأحداث الخاصة بالهجوم الإيراني على إسرائيل زي ما تابعنا مع حضراتكم ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا من حضراتك اشتركوا في القناة